موسيقى صباح الخير بحلقة جديدة من أخبار الصباح ليوم الأربعة تلاتة وعشرين تموز بلدة فنيدة كسائر المناطق اللبنانية عطشيني من منطقة ترميلي احتفال بتنظيم من جمعية مارم تانيوس بعيد لإديسين شربل ومارلييس بالإضافة لآخر الإصطارات بالكتب بفقرة خاصة مع زميلتنا مريم الحج واللغة الأمة عرض رأس معاصر لبيير جعجع أما ضيفتنا لليوم فهي نهال إليليت المسؤولة التنفيذية بالمسرح العالمي لنحكي عن مهرجين الفرح الثالث وكرمس العيد ولكن البداية بتكون مثل كل صباح مع اتصالنا مع مصحة الأرصاد الجوية ومعنا على الخطل أستاذ بيسام عبدالله لنطلع معه على تفاصيل تقص اليوم أكيد والأسبوع صباح خير أستاذ بيسام صباح النور كيفك؟ الحمد لله وأخبار التقص كيف؟ ممتاز التقص تقريبا الأخبار جيدة فضل تفاصيل نعم كحالة عامية أول شيء مثل ما عم نشوف طاقص مستقر نسبيا للحود الشارع طوقعت الطاقص النهار الأربع طاقص هيكون قليل غيوم إلى غائم جزئيا نعم ما هيكون عنها أي تعديل على درجات الحرارة بالمناطق الساحلية أما المناطق الجبلية حنشوفه شوية التفاع بمحدود درجات الحرارة الخميس بكفة أصنا كمان قليل غيوم إلى غائم جزئيا ما في أي تعديل على درجات الحرارة المناطق الجبلية حنشوفه انخفاض شي درجتين نبدأ ايا بالحرارة نعم والجمعة كمان حيكون عنها انخفاض إضافة درجات الحرارة بالمناطق الجبلية بالمناطق الجبلية بس هالانخفاض بكلمة الموس مضبوط بينما على الساحل حنشوف دايما عنها أسكار درجات الحرارة نعم المطوعين بالنسل الحرارات للنهار الأربع على الساحل 22-32 الجبال 16-26 الأرض 13-22 بالداخل 15-35 وموصل متل ما أنه مبدئيا نهار الجمعة بتوصل 10-20 على الجبال المضيئية الحرارات نعم ونسبة الرطوبة رح تترابح تقريبا صحيح الرطوبة من 55-55% حتى الرطوبة مبدئيا حتستكار اليوم وبكرة وحدرتفع نهار الجمعة وهذا شي بيؤدي لضبع المتفعات نهار الجمعة نعم شكرا لألك على كل هالتفاصيل أستاذ ويسام ومنتمنى لك نهار حلو جوال صباح الخير صباح الخير بيارات صباح الخير لكل مشاهدين اللي عم بتابعونا اليوم جولي على أبرز عنوين صحف يلي ما زالت متصدرتها وبالعناوين الرئيسية العدوان الإسرائيلي على غزة بالإضافة طبعا للملف الرئاسي بلبنان لبنانيا إذن اليوم الأربعة وفي النهار إسرائيل تستبعد هدنة قريبة في غزة تعليق الرحلات الأمريكية والأوروبية إلى تل أبيب كيري يدعو إلى جعل المبادرة المصرية أساسا لأي حل إسرائيل تعترف بفقدان أحد جنودها في غزة ضمن أسرار الآلهة أبدى مرجع سياسي بارز تشاؤمه بأي حل حالة قريبة للأزمة الرئاسية واستبعد كل ما يتردد عن إمكان حصول اختراق في الأسبوع المقبلة يتوقع أن يغيب عدد وافر من النواب والسياسيين خلال شهر آب عن البلاد في إجازات صيفية مطولة هذه المرة نقل عن ديبلوماسي غربي بارز استبعاده استبعادا تاما أن يتمدد تنظيم داعش إلى لبنان حذرت جهات معنية من أن إصدار إفادات بديلة من نتائج الامتحانات الرسمية سيصبح إجراءا حتميا في نهاية المطاف جولتنا بتابع مع نوين صحيفة السفير غزة صامدة تقاتل حتى إسقاط الحصار الوسطاء يتكثرون وإسرائيل تتباهى بوحشيتها والمقاومة تعرقل ارتباطها بالعالم جوا عرسال القاع رأس بعلبك الفاكهة اللبوي نحلي وصولا إلى معربون البقاع الشمالي في عين العاصفة طرابلس تدفع ثمن الخلافات السياسية بلدية عكار تطالب بالأبار عشية العيد أسواق خالية وحسومات كبيرة سلام التعطيل مرفوض لأي سبب أزمة صرف الرواتب إلى الحل وختاما تميم يلتقي عبدالله في جدة بعنامين صحيفة الحياة اليوم إسرائيل تؤخر وقف حرب غزة قصف المستوطنات وقطع شريان الطيران عن تل أبيب وعباس يقترح هدنة تليها مفاوضات داعش مصر يتبنى هجوم الفرافرة تحركات تضامن توازي بين مجازر غزة وإجراءات داعش لبنان استنكار التعرض لمسيحي العراق جماعة غولن تعتبر توقيفهم انتقاميا أتقال الشرطيين كشفوا فساد أردوغان كتائب حزب الله العراق تهاجم بارزاني وتهدد بقصف السفرتين الأمريكية والتركية عدم التوافق السياسي يعرق الانتخاب الرئيس العراقي النصر تتمدد شمالا وتهدد المعارضة والائتلاف يقيل الحكومة الموقعة قوات إيرانية تغطي النظام في حمص وختيما بصحيفة الحياة كيف تستبعد بلدة في الشرق وتتهم موسكو بنشر ألاف القوات على الحدود أوروبا تعد لعقوبات دفاعية على روسيا بعناوين صحيفة المستقبل اليوم مقتلوا 52 جنديا إسرائيليا في معارك وجها لوجه القيادة الفلسطينية تقترح هدنة ومحادثات فورية وشركات طيران عالمية تعلق رحلاتها إلى إسرائيل أيضا في المستقبل خادم الحرمين وأمير قطر يبحثان التطورات الفلسطينية بالعناوين الداخلي قضيتان عادلتان متوازيتان فلسطينية وسورية غابت كهرباء لبنان فطارت المساءلة في الأشغال الأزمة في سوريا تكلف قطاع النفط خسائر بـ 23.5 مليار دولار المستقبل تتضامن مع مسيحي الموصل وعون يريد الانتخابات النيابية قبل الرئاسية مفت جديد قبل 15 أب الاتحاد الأوروبي يفرض رزمة عقوبات جديدة على نظام الأسد 765 ألف طفل سوري معرضون للشلل البعث العراقي داعش منظمة إرهابية والمسيحيون جزء أصيل من الوطن وبختم مع الأخبار الرياضية دونجا مدربا للمنتخب البرازيلي ومن المستقبل من تابع جولتنا مع عناوين صحيفة الأنوار حرائق العدوان الإسرائيلي تغطي غزة مواقف تكاريس الخلاف بين عون والحريري القيادة الفلسطينية وكيري المبادرة المصرية أساس لأي حل أن رئاسة المصري يفتش كيري وبقلم المحل الأسيسي مقالب عنوين أقلامنا مخجولة لكننا مؤمنون معارك عنيفة في منطقة دمشق شركات الطيران الأوروبية والأمريكية توقف رحلاتها لإسرائيل وبالأخبار الاقتصادية البورصة السعودية تفتح باب الاستثمار أمام المؤسسات الأجنبية وبختم مع قلم رفي أخوري تهجير المسيحيين في شرق المواطن من عنوين الأنوار إلى صحيفة اللواء وعنوين تمرد في جيش الاحتلال وإلغاء رحلات جوية أمريكية وأوروبية لمطار تل أبيب تمديد مهمة كيري وخطة فلسطينية لهدنة تلي وقف النار وعباس لا أمن لأحد ما لم ينعم به أطفال غزة لقاء عين التيني لا اتفاق على قونانة الإنفاق توقف الحوار مع عون والمستقبل لإقرار سلسلة الرتب والرواتب الملك عبدالله يستقبل أمير قطر الأولوية لوقف العدوان على غزة معارك عنيفة في جوبار والمعارضة تتقدم إلى ساحة العباسيين قوات إيرانية تدعم مواجهة داعش وعقوبات أوروبية جديدة على نظام الأسد واشنطن اعتقال لبناني متهم بقتل جنديين إيرلنديين بالجنوب قبل أربعة وثلاثين عاما وختيما غياب الإرادة السياسية غيب الحلول لأزمة المياه بعنوين صحيفة البلد اليوم وبالعنوين الرئيسي الجلسة التاسعة بلا نصاب وعون للحريري الرئاسة ثانيا سليمان لن يحرق مذكراته وتحضير لإطلاق تيار سياسي جلسة اختبار نوايا تطرد شبح التعطيل العراق ينتخب رئيسه والغرب يدين اضطهاد المسيحيين حكومة المعارضة السورية تقصي رئيسها لقاءات هيئة التنسيق مع الكتل النيابية لا تندهوا ما في حدا وبختم مع العنوين الرئيس اتبع للصورة البلد بصفحتها الأولى اليوم تصعيد يسابق التهدئة ننتقل إلى صحف بلغات الأجنبية بعنوين صحيفة ديديلي ستار وبترجمة لأبرز صواريخ غزة تشل الأجواء الإسرائيلية الدولة اليهودية ترفض دعوة الغرب للهدنة بينما عدد ضحايا الفلسطينيين يتخطى الستمائة وثلاثين الأمير القطري يلتقي الملك عبدالله في الرياض وختيما أو لا قبل ما نختم الرئيس الجديد موضوع غير وارد وختيما بديلي ستار شرق دمشق شهد على أشرس الاشتباكات خلال شهر ومن الديلي ستار إلى لوريون لجور وأيضا في عنوين تلاق شبه كلي بين البرتقالي والأزرق نحن لسنا أرقاما نحن بشر وتحتها العنوان سقوط ستمائة وعشرين شهيدا فلسطينيا ومقتل تسعة وعشرين إسرائيليا خلال خمسة عشر يوما بان للفلسطينيين والإسرائيليين أوقفوا القتال وابدأوا الحوار المواجهة بين الدوحة والرياض تضعف المعارضة السورية جولتنا بالتابع مع عنوين صحيفة الشرق ثلاثة عنوين رئيسية الأول حكاية استقالات أعضاء مجلس قباني عنوينتين أكثر من ستمائة واربعة وعشرين شهيدا وثلاثة ألاف وسبعمائة وعشرين جريحا فلسطينيا وسقوط عشرين قتيلا من جيش العدو المبادرة المصرية مجمدة وكريف القاهرة والعدوان مستمر سليميل لإنشاء جبهة سياسية تطبق إعلان بعبدة وبقلم عون الكعكد من رأي الشرق اكسبايرد دولة الرئيس السابق يفتش عن دور بطريارك بابل لداعش ارجعوا إلى تعاليم الإسلام غياب التوافق يرجع انتخاب رئيس للبرلمان العراقي سليميل لا علاقة للأف بي أم إي بالاتهامات الموجهة لفدر البانك لبنان وأيضا في الشرق شئير يحذر من تدهور دراماتيكي للاقتصاد اللبناني وختيما نعون الانتخابات بقانون جديد والحريري لم يطرح شيئا ضدنا ومن الشرق إلى الشرق الأوسط السلطة تقترح هدنة خمسة أيام في غزة لبحث مطالب حماس كيري يجري سلسلة لقاءات في القاهرة ارتفاع وحصيلة القتل الفلسطينيين إلى 620 وشركات طيران عالمية توقف رحلاتها إلى تل أبيب البرلمان ينتخب اليوم رئيس العراق بالاقتراع السري بعد المسيحيين داعش تنذر أكراد الموصل حفتر يدشن فتح بنغازي والمعارك مستمرة حول مطار طيرابلس إسلاميوا ليبيا يتراجعون في ثاني انتخابات للبرلمان وختيما في الشرق الأوسط مسؤول عسكري مصري تهريب السلاح من ليبيا تقف وراءه دول ننتقل إلى صحيفة الأخبار وبعنوانا الرئيسي يوم أسود للجامعة اللبنانية ضمن الملف الخاص بالعدوان الإسرائيلي اللي عم بيصير على غزة إسرائيل تتنكر لأسرها وتعترف بجندي مفقود معدوم الحياة الخليل قررت أن تنطفض وفتح تنقلب على نفسها مؤقتا النقب وصواريق الأخوة الأعداء إسرائيل تستغل المشهد الأنر وتهجر النازحين ولم يبقى مكان آمن سوى الكنائس المقاومة تعزل إسرائيل جوا والمحطة الأخيرة ضمن جولتنا على العنوين السياسية بيكون مع صحيفة الجمهورية وبعنوانا رئيس الرواتب على نار حامية غزة تتموضع في النزاع السني الشيعي تجاذب سعودي قطري يقصي رئيس حكومة المعارضة ما هي السمات الحديثة لنتائج تياسة بوتين ورياضيا في الجمهورية دونجا يتسلم قيادة البرزيل بعد خيبة المونديال وبختم مع صورة رئيسية اللي شفناها مشتركة مع عدد من الصحف الصادرة اليوم ببيروت لفلسطينيين عم بيهربوا اللي يتخبوا من غارة إسرائيلية على قطاع غزة تصعيد إسرائيلي يسابق التهديئة ومع صحيفة الجمهورية وعنوينا ممكن وصلنا لأول فاصل إعلاني بحلقتنا من بعد ومن تابعا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر